رضيلة الشيخ أفقكم الله ورد أن عائشة رضي الله عنها وعرضاها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد هل هذا يدل على طهورية الماء المغتسل منه؟ الماء اللي في الإناء هذا طهور ولو اغترفه منه هل يغترفون إذا جيت عند الماء واغترفت منه وتغسلت براء ما يأثر على الماء لأن الماء باق على أصله سواء كان في إناء أو في جابية أو إناء فهم يغرفون الرسول يغرف وهي تغرف براء ما يرجع إليه ما يرجع إلى الماء المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ومتعدية عقابة على أ PEW وأيام ب foam الشفيف المزدقية جديد بالتطول ٱ días written